السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوكا مودريتش يا جماعة. ايه مستاني ايه? خلاص انا خلصت. اه انت مستاني بقى اقولك انه الاسطورة وانه الجزء الاهم في تركة القدم الحديثة. وانه مثال بقى الخط الوسط الاسطوري. اللي درجة الابداع والاستمرارية عنده. تفوق الاقول. لا لا لا. ده لعب النهاردة ما ينفعش عنه. كلام تقليدي. لانه تجاوز كل المراحل دي. عشان كده بقى احنا كران نعمل زي ما قالوا لنا زمان. خيار الكلام وقال له دل. عشان كده بقى مش محتاج اقولك ان حلقة النهاردة هتتجاوز لفل الوحش في الجمدان. لانك انت اكيد عارف ده. فيلا بقى احضر مشروبك المفضل. وتعال نبدأ قصة الايكونة التاريخية. وهو افضل لها في تاريخ كرواتيا. المقاتل لوكا مودريتش. مودريتش من موليد كرواتيا سنة خمسة وتمانين. وتحديدا في كارية مودريتشي. الكارية اللي عاش فيها لوكا مع جده كرايل الغنم. طبعا بسعب انشغال والدين بالعمل. واللي كان في مصنعة ريكوب. وعشان تكون فعلا مرحلة صعبة. فطفولة لوكا تزامنت مع حرب الاستقلال. واللي بها اجبرت العائلة بالكامل على مغادرة المنطقة. بسبب حرق المتمردين بيتهم. وساعة تضطرت العائلة للمعايشة في فندق خارجي. وعشان تكمل بقى. فبعدها ينضم ابو لوكا للخدمة العسكرية. وعلى رغم انها كانت ظروف صعبة. اللي ان ده ما اصدرش على بطل حلقتنا. اللاعب اللي المرحلة دي بنسبة له هي السبب الاكبر في تكوين كوة شخصيته اللي بيها اكبر العالم كله على حب واحترام. وفي ظل كل العوائق اللي عاشها مودريش بدأت مسارته الكروية. المسيرة اللي بدايتها كانت في ساحة الفندق اللي عاش في العائلة. ومنها الى ناشئين نادي زادر سنة ستة وتسعين. وده النادي اللي استمر في مودريش في التدارج مع مراحل ناشئين لحد سنة الفين. السنة اللي فيها تم العصره عليه من كشافين المواهب في النادي دينامو زغرب. النادي اللي بدون جدال قدر يضم اللاعب. لا ومش بس كده. ده كمان بعد اقل من ثلاث سنين. نجح مودريش في اثبات نفسه كموهبة لها مستقبل كبير. وده اللي بيه يتم طرح اسمه مع الصعدي للفري الاول. ومن هنا بقى وتحديدا في الفين وتلاتة تكون الخطوة الاولى له اتجاه الفري الاول. وفي المرحلة دي بقى مودريش كان كأضاء معاه موسم الفين وتلاتة الفين واربعة بالمشاركة في تنين وعشرين مباراة وسجل في يوم تمن اهداف. وعلى الرغم من الاداء المميزة اللي كان بيقدمه اللي ان الموسم اللي بعده يخرج اعلى تانية لنادي زي بار شيتس. وبرضو يقضي معاه الموسم بالمشاركة في تمنتاشر مباراة سجل في يوم اربع اهداف. ولكن بعيدا على الارقام في مستوى مودريش كان بيتطار بشكل ملحوظ. وده اللي اتأكد لما تم اختاره كافضل لعب في كرواتيا تحت واحد وعشرين سنة. وده برضو كان السهب الاكبر في ان يعود لصفوف ديناموز يغرب. ومن الفين وخمسة لحد الفين وتمانية. بدأ يكون في نقلة نوعية مش بس في مستوى مودريش الفردي. لا ده كمان الجانب الجماعي اللي في مودريش قدر يعمل شكل جديد للفريق سواء في الجانب الدفاعي او الهجومي. شكل بيه قاد الفريق للزهور بواحدة من افضل نسخه. على مدار التاريخ نسخة فيها البطل كمقائد فعلي لصناعة مشروع تاريخي. مش بس للنادي ولكن لكرواتيا كلها. ولكن لو اتكلمنا على الجانب الخاص بمودريش فهلاء انه على مدار التلات سنين دون شارك في اربعة وتسعين مباراة سجل فيهم تلاتين هدف وصنع اكتر من واحد وعشرين وبين قاد الفريق للتاتوك بالدورة تلات مرات عالتوالي وكاس كرواتيا مراتين وصبر المحلي مرة وحيدة وهو نفسه فاس بجازة افضل كرواتيا في الفين وسبعة والفين وتمانية والكلام ده مع الاداء اللي كان بيقدهم على المنتخف في يورو الفين وتمانية البطولة اللي سجل فيها ده في الفوزة على الالبانيا وبعدها صناعته للتاني على تركيا تخلي واحد من اهم اسباب وصول المنتخب لدور التمانية وده انجاز كبير للمنتخب اللي لسه بدأ في الكورة من خمستاشر سنة. ولكن الاهم في الجانب ده هو اداء مدرج. الاداء اللي بيه لفت نظر عنديها كتير. وساعتها بقى اسمر طبب بارسنال وبرشلونا وتشيلسي. ولكن التحرك الفعلي كان من نادي توتنهام. النادي اللي دفع اكتر من اتنين وعشرين مليون يورو. مقابل ان دوام صاحب التلاتة وعشرين عام. وفعلا تتم الصفقة. وهنا بقى نروح للمرحلة الاهم في مسيرة مدرج. والاهمية هنا كان سببها هو انها كانت البوابة الاجبر لمدرج اللي بيها يحرف اوروبا كلها على امكانياته. تعتبر بابدات مدرج مع توتنهام كانت بطيعة جدا. بسبب اختلاف الظروف والانسجام. وخصوصا الكلام هنا على اقوى دور في العالم. والكلام ده مع بعض الاصابات اللي تعرض لها اللاعب. النتيجة تكون بعض الانتقادات من اكتر من جهة. ولكن رد مدرج كان دايما ان هؤلاء النقاد يدفعونك الى الامام لكي تظهر للناس انهم مخطئون. ومن هنا بقى تبدأ الرحلة الفعلية اللوكا على اراضي وايت هارتلين. الرحلة اللي بدأت في الفين وتمانية واستمرت لحد الفين واثناشر. رحلة فيها تطور كبير في الزكاية التكتيكي. وكمان التنوعات اللي كان بيقدمها في وسط الملعب سواء في التماسك الدفاع او ضك بقى التمريلات وصنعة اللعب في الجانب الهجومي. وطبعا التزديدات واللي كان ابرزه هدفه الرائع ضد وكمان الاروع كان هدفه ضد بولتون. الهدف اللي كان فعلا خير دليل على اللي كان بيقدمه مدرج. اللعب اللي على مدرح ليتو مع توتن هام شارك في اجمالي مية ستين مباراة صنع في وم خمسة عشرين هدف وسجل سبعتاشر. وهو نفسه تم اختصاره كافض اللعب في الفين وحداشر. والكلام ده مع المتعة البصري اللي كان بيقدمها اللعب. النتيجة تكون اكتر من عرض خلال الفترة دي. ابرزها كان لعرض تشيلسي واللي كان مقدم باربعين مليون يورو. ولكنه ترفض. ولكن قيمة زكاء الكرارات كانت ان بعدها ريال يقدم عرض بخمسة وتلاتين مليون يورو. وعلى رغم انه كان اقل من عرض تشيلسي اللي انه يتم قبوله وفعلا يتم الصفقة. وهنا بقى تبدأ رحلة الامير الكرواتي مع المارينجي. الرحلة اللي هتنقسم لمرحلتين. الاولى فيهم هتكون التدرج التاريخي. اتجاه التكامل. واللي هي هتكون منذ انضمامه الى بعد السلاسية التاريخية لدور الابطال. والمرحلة التانية هتكون الشمولية والتكامل الحرفي لكرة القدم الحديثة. ودي طبعا هتكون من بعد السلاسية حتى الان. وبالرجوان المرحلة الاولى واللي زي ما قلنا انها هتكون التدرج اتجاه التكامل. البداية فيها كانت على الرغم من وجود الانسو واسيان وخضيرة. وبعض الاوقات كان مسعود اوزيل وريكاردو كتكا. اللي ان ده ما اسطرش على حاجز مدرش مكان له في التشكيل الاساسي. لا ده كمان هو تفاق عليهم. سواء بالشكل الفردي او الجماعي. والتحديم بعد ما في اول موسم. دك التمريرات الصحيحة وصلت لتسعين في المية. وكمان كان صاحب اعلى نسبة استرجاع وقطع قرات في الفريق بالكامل. وده اللي ساعده جدا في انه يكون عنصر اساسي في كتيبة ريال مدريد. وكمان ادري ساعد بريس في التخلي عن الونسو وخضيرة وزيل وككاة واسيان. واستقطاب اكتر من لاعب بستيل مختلف على رأسهم طبعا كانتوني كروس. والحقيقة الفترة دي اقل ما يقال على مدرش انه كان لعب خط وسط الشامل. لاعب اه مصدر امان دفاعي بكل المكاييس ولكنه هجوميا عنده اسلوب خيالي في صناعة الهدف وتسجيله. وطبعا ابرازهم كانت لقت تسجيله هدف على او طبعا الاسيست الاشهر في العاد الاخير واللي كان للرأسية راموز وعشان نكون متفقين بقى. فدي كانت الفترة الاهم والاغلى على مدرش. الفترة اللي اخلالها شارك مع الفريق من الفين وتناشر لحد الفين وتمانتاشر في ميتين سبعة وخمسين مباراة. صنع في يوم سبعة وتلاتين هدف وسجل تلاتاشر. وفاس خلالهم مع الفريق طبعا بداره الابطال وكاس العامل عنده اربع مرات لكل بطولة. وكمان فاس بصبر الاوروبية تلات مرات. بالضافة انه محلية انفاس بالدوري والكاس. ومرتين الصبر المحلي. وهو نفسه على الجانب الفردي. فاس بجائزة افضل خطوص لداره الابطال مرتين. وانضام لتشكيل المسائل للدوري وداره الابطال والاعلم كله من الفيفا والاتحاد الدولي. واجمالا توك بجائزة افضل لعب كرواتي اربع مرات. وعلى الرغم انها نهاية المرحلة يقول له مع مدريد. اللي ان ما ينفعش تكونوا بداية المرحلة التانية. لان ما بينهم كان فيه التفصيل الاهم والاكبر في تاريخ مودريش مع المنتخب. وهو التواجد في كاس العالم الفين وتمانتاشر. البطولة اللي فيها مودريش. قدم اداء بي. اختار قنون الطبيعة. اداء يكاد يكون واحد من افضل اداءات لعب في تاريخ البطولة. اداء بيه بعد ما سجل على نجيريا والارجنتين وكمان صانع على روسيا. يستمر منتخبه لحد لوصول انهاء البطولة كاول مرة في التاريخ. واللي فيه استضم بالمنتخب الفرنسي في المباراة اللي اتكلمنا عنه في حالة راكيتيتش وجروه هتلاقف الكنون. ولكن المضمون هو فوز الديوك بربعية. وعلى الرغم من انه كان وقت صعب جدا. الا ان وصفة كاس العالم يعتبر الانجاز الاكبر في تاريخ الكرواتية كلها. وكل ده بكارة اللاعب اللي على الجانب الفردي فاز بجازة كافضل لعف البطولة وكمان انضام لتشكيل المثالي. وبعدها يتم اختياره كافضل لعف العالم كله من اكتر من جهة. واللي كان على الرأسهم ورلد ساكر واتلاتيك. وعشان تكمل بقى فبعد العروض التاريخية اللي قدمها اللاعب على مدار الموسم. سواء مع الفريق او المنتخب. المكافأة تكون انه يكسر هيمانيت رونالدو وميسي. ويتوج بال بالوندور الجاهزة اللي بها اكتمى الموسم اسطوري على صاحب الاتنين وتلاتين عام. وبس يسيدي من هنا بقى تبدأ المرحلة التانية له مع مدريد. المرحلة اللي فيها التكامل للقروي بأشيء طبيعي. وحتى عامل السن. فمدريش اكد انه مجرد رقم. لان حتى بعد تضاهر حالة الفريق بعد خروج زيدان ورونالدو. استمر مدريش على تقديم العروض القوية. وعلى مدار التلات مواسم الخاصة بتضاهر مدريد قدر يشارك في اجمال مئة اربعة و تلاتين مباراة. صنع فيهم تلاتة وعشرين هدف وسجل خمستاشر. وتوج مع الفريق فقط بالدور والصور المحلي. ولكنه برضو على الجانب الفردي تم اختياره لتتوج به اكتر من جايزة. اهمهم كان التتوجه بجايزة تكريما له على مسيرة تاريخية. وكمان كان دخل تشكيل المسال في جماعي الجوانب. ولكن اهمهم كان وجوده في تشكيل دور الابطال. ولعلم كله اخر عشر سنين من الاتحاد الدولي. والحقيقة انه كان يستحق اكتر من كده كمان. اللاعب اللي بدأ الموسم اللي بعده. لأ لعب ايه? لأ ده الان الكلام اصبح عن اسطورة. فحب بقولك ان اسطورتنا بدأ موسم الفين واحد وعشرين الفين وعشرين. بالمشاركة في خمسة واربين مباراة. سجل فيهم اتناشر هدف وسجل تلاتة. وبهم كان من اهم مع اسباب. هتوجي الفريق بسانية الدول والصور المحلي. ولقى السنة ده الاهم في الموسم ده كان دوره في دور الابطال. الدور اللي في مودريتش غير مفهوم السن. وده لان صاحب الستة تلاتين عام توحش في البطولة. وقدر يكون احد اعمزة النسخة التاريخية لدور الابطال. النسخة اللي فيها مودريتش ابدع بالاداء والاسستات اللي بيهم اكد على شخصية البطل في المنتج على باريس ان جرمان والتشيلسي والمان سيتي. وحتى في مواجهة ليفربول فبعد يتقلق كورتوا. الامور كانت محسومة اتجاه التدويج بدور الابطال في النسخة الاغلى. النسخة اللي تكون الخامسة المودريتش مع الريال. اللعب اللي كان العادة يدخل التشكيل المثالي في جماعة البطولات. سواء الدورة او دور الابطال والعالم كله من الفيفا للاتحاد الدولي. وطبعا كلنا عارفين ان كاس العالم ساعية هتأجل. ولكن احنا هنتكلم عنه. كانوا يطلع في وقته الطبيعي. البطولة اللي فيها مودريتش. كان خاري متوسط الميدان حول العالم. اللاعب للمرة التانية في تاريخ بلده بعد ديفيد سوكر تمانية وتسعين نجح في تتويج الفريق ببرونزية البطولة. ولما اخذ يعني لو مش هيدأك. فصاحب السبعة وتلاتين عام اخذ تالت افضل لعب في البطولة بعد ميسي ومبابي. وكمان عشان يعلينا صريحة كافضل لعب في تاريخ بلده. ومن هنا بقى نروح لموسم الفين اتنين وعشرين الفين تلاتة وعشرين. الموسم المنتخب. في دور الام الاوروبية. البطولة اللي تسجيل فيها هدف على فرنسا والدينمارك. يخليه من اهم اسباب سعود المنتخب لمواجه هولندا في قبل النهائي. في المباراة اللي فيها مودريتش. تجبر ويقدر يصنع هدفين ويسجل التالت. وبهم يعبر كرواتيا لمواجه اسبانيا في النهائي. في المباراة اللي توجه فيها الاسبان على حساب رفاق مودريتش. اللاعب اللي عدم تتوجه باي بطولة مع المنتخب. ده اكبر دليل على ان كورت الكدم ظلمة بكل المقاييس. وده اللي بيه نروح لارقام واللي هتكون اقلب اكتر من اللي قدمه مودريتش لكورت الكدم. الارقام اللي تتمثل في المشاركة مع الاندية في اكتر من سوبانيا تسعة وتلاتين مورا. صانع فيه مية تلاتة عشرين هدف وسجل برضو اكتر من اربعة وتمانين. وفاس خلالهم في كرواتيا بالدورة تلات مرات. وكاس مرتين. والصوبر المحلي مرة وحيدة. ومع ريال بقى حد سوارة حرجه. فبعد ما محلية انفذ بالدورة تلات مرات والصوبر اربع مرات وكاس مرتين. فهو عالميا يختمها ويتعجمع الفريق بدور الابطال وكاس عامل اندية خمس مرات لكل بطولة. ويكملها بالصوبر المحلي اربع مرات. وده مع الاندية. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب الاول واللي تتمثل في المشاركة في مية ستة وستين مباراة. صنع في يوم سبعة عشرين هدف وسجل اربعة عشرين. وفي يوم بعد انجاز تاريخي وصل فيه لوصافة كاس العالم الفين وتمنتاشر. وكمان برونزيت كاس العالم الفين اتون وعشرين. يختمه بوصافة دور الام الاوروبية. وهي الى هنا ينتهي الكلام عن اسطورة كرواتيا التاريخية. اللاعب اللي بعد يقدمه البلده سوى مع المنتخب او ريال مدريد. يعتبر اقل تأدير لو. هو انهم يغيروا عاصمة البلد من زغرب الى لوكا مودريتش. تكريمة للتاريخ اللي صنعوا اللاعب اللي انجازاته الفردية كانت خير دليل على انه ايكونا تاريخية يستحق الاحترام والتأدير. وبس يا سيدو بكده ينتهي كلامنا عن الاسطورة الكرواتية اللاعب الاهم في تاريخ بلده. واللي كمان واحد من اهم اللاعب اللي جاهز في تاريخ كورت القدم. وبس يا سيدو بكده انكم وصلنا الانات الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما ننساش تعمل لايك وتولنا ما تحب لتكالي عملي الفيديو الجاي. السلام.